أنا لسه معي مون شاكرا فتاح وعلي رجدي هدول برضو من أبنائك بعد ربنا سبحانه وتعالى هنشوف وقال الجميل هيقولك ونرجعتين طرفات ميكي دالا وكلمت عنه مش هنكفي حلقة والحلقتين ده تاريخ من تواريخ النادي وعايز أقول أحرك على حاجة ونحن هنا بنيعتبره أنه هو هرم من أهرمات النادي إذا كنا بنتكلم عن كابتن شازلي كابتن وصافة رياض كابتن شاكر كابتن أبو العز فلازم طبعا بيتذكر من وسط الناس الكبار دولة كابتن رفض مك عايزين نقوله كل سنة وطيب وربنا يمتعك بالصحة والساتر والسلامة يا رب إن شاء الله والله أنا كان ليا الشرف أن أنا كنت بلعب في المركز بتاعه هو كان بيلعب أيام ما كان فيه لبرو هو كان بيلعب في الحتة دي وأنا كنت بيلعب في نفس المكان فلما مرني فجئت مرة من المرات لأيته بيندهلي على الدكة فبيقول لأويل على فكرة أنت من الناس اللي بتشبهني بلعبي وأنا صغير فأنا قال لي أنت وسامش شيني كابتن ناد الزمالك طبعا قال لي فأنتو الاثنين دايما بتشبهوني بنفس طريقة لعبي بحيث أن أنا شايف نفسي فيكم فده بقى بالإضافة أنه هو كان راجل يعني عنده خفة الزل دي حاجة جميلة أوي يعني أنت نسيت تتكلم على واحد كان بيلعب في مكانك وكان مكسر الدنيا رحمة الله عليه الله يرحمه كابتن إبراهيم يوسف طبعا غزان مصر أحسن اللي برو اللي جيب صح ولعبها طبعا الكابتن حسن حمدي وكابتن شيربيني وفي نجوم كتناهوا لعبوا المكان دا فأواقل بيقولك أنت قلت له لنا شايف فيك نفسي في الحتة دي هو كان متميز بالهدوء بقى والكلام دا آآآ بيتخبطش مع عد ولعبه هادي وبتطلع الكرة منه سليمة إيه موصفات اللعب اللي برو اللي لعب دلوقتي اللي هو بيحصل دلوقتي مع أجانب بره وإحنا بنقلدهم سواء كحراس مرمى بيطلع لازم